ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أن العملية الجراحية التي أشرف عليها رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى الدكتور صفيان براده بمساعدة طاقة من شبه طبي ضم ثلاثة ممرضات وممرضي تخدير كللت بالنجاح حيث تم استئصال دودة طولها عشر سنتيمترات وضافت عبدالله لماروك أخبار يومية أن الطفل الذي ينحدر من جماعة سكورة إقليم ورزازات أحسى بتورم في عينه اليمنى مما استوجب توجيهه إلى مستشفى الاختصاصات بوكافر مضيفة أنه بعد إجراء الفحص السريري والتحاليل الطبية اتضح أن سبب التورم هو دودة تعيش في عين الطفل تسمى دودة العين الإفريقية وأشارت إلى أن عين الطفل لم تتعرض لأي أدى مضيفة أنه تم إرسال الدودة لمختبر بمراكش لتأكد من نوعها وإخضاعها للمزيد من التحاليل المخبرية ويعد هذا المرض من أنواع عداء الخيطيات وينتقل للمريض بعد تعرضه لعضات دوباب الخيل المعروف أيضا بدوباب المانغو وينتشر هذا المرض بكثرة في إفريقيا الاستوائية إلا أن حالة الإصابة به في المغرب تبقى نادرة جدا نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية